تحية نيضالية وتحية جمعوية وتحية شكر للموقع الإعلامي درش أنفو على الصدافة دينا في هذه الليلة وهي الليلة التي تعقب ليلة الوقفة الاحتزاجية التي نظمت أمام مدخل المحادي للحديقة دينا المدرسة ابن خالدون هذا اليوم اللي شهد واحد الوقفة الاحتزاجية من ضمام من طرف أو تحطير نقابة دي الجامعة الوطنية التعليم المنضوية التدواء الاتحاد المغربي للشون هذه الوقفة كانت مفاجئة بنسبة لنا نحن كأحد الآباء الذين لهم أبناء يدرسون أو ابن يدرس بالمدرسة ابن خالدون إذا كنا جالسين ننتظر أبناءنا أن يخرجوا في الساعة الواحدة فإذا بنا نفاجأ أن المديرة تخرج من الباب وتخاطب الأباء وتقول لهم بأن الخروج لن يتم اليوم في هذه الساعة مع العلم أنهم لم يعلموا الأباء على التوقيت لم يتفقوا فإذا بنا نفاجأ بأحد المنتمين للنقابة والسيد زعارة المتقاعد المنتمي لمدينة وزان يخاطبون بأننا نلتحق بالوقفة الاحتزاجية احتزاجا على التوقيت الذي سيتم تغييره من طرف النيابة فعلا تسألنا قلنا التوقيت لماذا هذا التوقيت في الفترة مع العلم أنه تم هناك توقيت في مرحلة سابقة في بداية السنة وتم فرضه على الأباء رغم أن الأباء لم يكنوا متفقين عليه تم التفاق بين الإدارة وبين النيابة وبين جمعية الموجودة داخل المؤسسة فورده هذا التوقيت وستمره لمدة الشكل الاحتزاجي كون نشارك فيه الأساتي دا والنقابة تقريبا حد 14 أستاذ من هذا والنقابة دي الجميع الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الالتحاد المغربي الشهر وبالنسبة لجميع الأباء لم يكنوا حاضرين لأن سبق وأن تم ترهبهم في الشماع من طرف النايب أنهم سيتم متابعتهم وفق إجراءات قانونية إنهم حضروا داخل هذا الاجتماع إنهم عبئوا ضد تغيير التوقيت إذن كان خوف يعني أنهم نعم هما هو الموقف النقابة وكذلك الأساتي دا من توقيتهم من خلال هذا الشكل احتجاجي؟ إذن تم سيدعونا لحضر هذه الوقفة بدعوه أنه سيتم تغيير التوقيت توقيت الذي تم ترسيمه ضدًا على رغبة الأباء سيم تغييره قلنا ودي هذا التوقيت بالنسبة للمواقف المواقف دي الأساتي دا والنقابة من توقيت يعني هما النقابة والأساتي دا الذين كانوا حاضرون هم يرفضون هذا التغيير الذي جاء من النيابة يرفضون تغيير دي التوقيت يريدون الاستمرار في التوقيت الذي تفق أو فرد مدة منذ انطلاق الموسم الدراسي إذن حضرنا لأنه قلنا الرأي دينا كأب وكفاعل جمعوي وكمتسبع وكرئيس سابق أو رئيس شرعي دي الجمعية دي الأساتي تطعفكم الكلمة داخل الشكل احتجاجي؟ تم العطاء لدينا الكلمة قلنا أن تغيير الموقف ديالي من توقيت بالنسبة للتوقيت المدرسي الموقف ديالي من توقيت هو لا توقيت السابق هو توقيت غير مناسب لم يتم إنجازه ولم يتم الأساتذة والإدارة لم يتم كان هناك تغيير جانب على الجانب يعني يراعي متلحق بالطرف معين داخل العملية التربوية العملية التربوية فيها أباء الموقف ديال الأباء من توقيت المدرسي من خلال الشكايات أو التظلمات التي يرفعها توقيت المدرسي الذي فرض على التلاميذ وعلى الأباء منذ انطلاق الموسم الدراسي هذا هو توقيت مرفوض مجموعة من البيانات مجموعة من التوقيعات مجموعة من الذهاب والإياب والنيابة من أجل إلغاء هذا التوقيت الذي هو توقيت بحل نشببه بالقفز القفز العلوي أو القفز الطلوي يعني عليهم أن يذهبوا أن يقفزوا من البيت إلى الدار الذهاب والإيابات طول النهار 11.4، 11.3 هو توقيت غير منطقي ولا يساهم في بنية العقل العلمي والعقل المنطقي لدى الطفولة نحن نتلاعب بطفولتنا بهذه التوقيتات المتفتتة إذن كان هناك توقيت فرض فرضاً استمروا معهم الأباء فإذا به نفاجئ بأن النيابة راصلت المديرة وراصلت هلا أنه يجب احترام القانون ما دم أن البنية التحتية للمؤسسة لبن خلدون ممكن أن تطبق القانون وأنها تحترم التوقيت وأن تعمل توقيتاً معتدلاً فإذا بالمعلمين يرفضوا لأنهم يستفيدوا المعلم يذهب يشغل في الصباح وفي العشية لا يشغل أو يشغل في المساء أو في الصباح لا يشغل نحن لسنا ضد نحن مع المعلمين أن يكونوا مرتاحين لأن المعلم ليس له فقط القسم المعلم لكي يعطي أكثر عليه أن يدبر أشغاله الخارجية له محافظة له مرتاح أن يدبر أشغاله وبالتالي يبقى له الوقت الكافي لكي يدبر نحن يكون لديهم وقت مناسب لكي يمكن أن العملية التربوية ولكن العملية التربوية هو التوقيت الزمني للدراسة هو وقت يكون مبين أطراف ثلاث إدارة آباء وكذلك معلمين لم يرعى هذا التوقيت هو يناسب طرف واحد داخل هذه العملية التربوية وهي شيء غير مخبول مع ذلك نحن استمرنا به التوقيت قلنا داخل الوقفة التي استدرجنا إليها لكي نادى ولكن قلنا أنه منشي الوقت للتغيير ديال التوقيت يجب الاحتفاظ بهالتوقيت الذي رغم علاته رغم أنه فرد فرضا حتى نهاية السنة السنة المقبلة يجب إشرف جميع الأطراف ثلاثة من أجل التفاق على توقيت معين يناسب الأطراف الثلاثة ووفق القانون يعني إذا كانت البنية التحتية للمؤسسة تسمح بالتوقيت مناسب والتوقيت التي تقره الوزارة علينا أن نعملها بها القضية أخرى التي أثرت نهاية الداخل الوقفة سهر أو شهرين التي يتقلم مع التنظيم بديل هذه الأنظمة التي تحترم أبنائها وتحترم المنظومة التعليمية تبدأ منذ البداية وتنتهي حتى النهاية آنذاك ممكن تغيير لا يمكن أن نغيره ثلاث مرات التوقيتات داخل هذه الأنظمة داخل المجتمع هي التي تبني مجتمع متخلف بعقلية متخلفة بعقلية غير علمية المسألة التي أثرتنا داخل الوقفة هو أن استغلت الوقفة من أجل تصفية حسابات مع أحد الأطر التربوية التي نشهد بنزازاتها ونشهد بمصدقيتها ونشهد بكفاءتها داخل الحق التعليمي وحبّدها لو كانوا عندنا نماذج كثيرة من عندنا أنتة لأول مرة في الإقليم مديرة للمؤسسة التربوية وهي إنسانة نازهة إشراقها هذا ليس تملق لهذه المديرة استغلت الوقفة حول تغيير التوقيت من أجل تصفية حسابات مع مديرة في المستوى رغم بعض النواقص داخل المؤسسة لمجالة تصفية حسابات مع شخص حسابات غير مرغوم فيها ولا يمكن أن يكون دورة للنقابات النقابات تدّفع على الطبق الشغيلة الطبقة التعليمية وكذلك تدّفعった المدرسة العمومية المدرسة العمومية ليس فيها فقط الطبقة الشغيلة او للشغيلة التعليمية فيها للاآباب تلاميذ وإدارة إذن عليها أنة يكون لها أحد Feedيا شاملة لتطور المؤسسات طوال المؤسسة هو يأتي في التشارك وفي العملية التشاركية ما بين هذه الأطراف المشكلة لعملية التربية. يعني اختيار ذلك الزمن المدرسي يجب أن يكون اختيارا منطقيا يخطع للتشارك وللإدلاء بالآراء دي جميع الأطراف. ولكن أطراف أن تكون هياكل حقيقية وليست هياكل صورية سواء جمعية أباء أو تمتيل يد المعلمين أو للإدارة. أنا ذاك سنصل إلى الحل سنصل إلى توقيت متفق عليه يناسب الجميع ويخدم العملية التربية. إذن النقابة كان عليها أن يقول لها وحد منظور وحد الرؤية وحد تتبه وحد الاهتمام بالحق التعليمي وأن لا تنحاس إلى طرف دون الآخر. الاحتجازات على المديرة هي باطلة وهي غير مقبولة ودليل دليل قاطع على أن الإنسانة الموجودة حالياً في التقم التربوي وعلى رأس التقم التربوي داخل المؤسسة ابن قلدون يأنت إنسانة نزيهة وأن هذه الاحتجازات لم تكن إبانة عهد الفوضى والتسيوب التي كانت تعيشه المدرسة إبانة المدير الهارب الذي هرى إلى مدينة الطنزة. بالنسبة لهذه السنة هم مطالبين بتنفيذ المذكرات الوزارية التنظيمية متعلقة بتدبير الزمن المدرسي أعلم يعني ما هو الموقف وموقف ديالك وموقف ديال الأباء يعني موقف شخصي أنا موقف شخصي أباء رافضين رافضين توقف ولكن شني هو شني هو الحل أنا موقف شخصي وموقف بناء على المنطق الذي أحس بي وأتعامل بينا كأب لا يمكن أن مدخل الأباء والأولياء التلاميذ والتلاميذ في الأخبطات يلتغيير الزمن ثم أخرى يعني داخل السنة الدراسية سنغير الزمن المدرسي والحل هو تنفيذ المذكرات المتعلقة تدبير الزمن المدرسي ولكن في إطار رؤية تشارك تناسب الزمن المدرسي تناسب تلاميذ والأباء والتقم التربوي نحن معه ولكن يجب أن تتبق في وقتها وليس في وسط السنة هذا الرأي ديالي لكن على الجميع أن يعرف وأن يعلم أن الآباء رفضوا رفضا باتا هذا التوقيت وهذا التوقيت تم فرضه من طرف النياباء والمؤسسة والمعلمين وجمعية التي شكلت من طرفهم من أجل فرضه على الآباء الآباء رفضه رفضا باتا لأنه توقيت غير مناسب متقطع لا يخدم زمن دراسي على الجميع أن يعرف أن داخل البلدان التي طورت تعليمها وقفزت إلى مستوية عليا وأصبحت من بين دول العظمى أن تعليمها لا يخضع لهذا التقطيع وأن الأطفال خصوصا في المرحلة الابتدائية يمكتون في المدرسة منذ الصباح حتى فترة الزوال ويتغدون ويرتاحون ويتعشون داخل هذه المؤسسات هذه هي التربية يبقى حي الزمن للأساتدة يبقى حي الزمن للأباء ويبقى حي الزمن كبير للأطفال لكي يعيشوا حياتهم هل يتخلفوا هل يتخوفوا الأباء من تصفيات الحسابات يعني يكون على حساب سيد الدراسة وتأثير ذلك على تنمي خالص حظهم داخل نعم هذه تصفيات حسابات مع إدارة جيدة مع طاقم تربوي كذلك جيد ولكن بعض منهم يفكرون في مصلحتهم الخاصة وفي أن يبقى لهم وقت كافي نحن معهم ولكن عليهم أن يفكروا كذلك للأباء في تلاميذ لكي يكون تدبير زمني مناسب للجميع وكي يتحقق الهدف من العملية التربوية ألا هو التفوق ألا هو النجاح ألا هو الرقيب مستوانا التعليمي لأن التعليم هو بوابة نجاح الأمم وشكرا